اشتركوا في القناة ضع العلبة على جانبها واسحب الطابعة من القطع الإسفنجية الواقية لإخراجها من العلبة قم بإزالة سلك شحن الطابعة وضعه جانباً انزع القطع الإسفنجية الواقية عن الطابعة وضعها جانباً قم بإزالة الكيس البلاستيكي عن الطابعة قم بإزالة الشريط البرتقالي من الجزء الخارجي للطابعة وقم بإزالة الغطاء البلاستيكي الشفاف عن رمز HP ادخل طرف الشاحن في الفتحة المخصصة له على الجهة الخلفية من الطابعة ثم وصل الطرف الآخر بمقبس الكهرباء ملاحظة، توصي HP بتوصيل الطابعة مباشرة بمقبس التيار الموجود بالحائط اضغط على زر التشغيل وسوف تشتغل الطابعة إذا كنت تريد إعداد طابعتك على الشبكة بواسطة كابل إيثرنت فقم بتوصيل الكابل في هذه المرحلة إذا كنت تفضل الاتصال اللاسلكي فستظل الطابعة في وضع الإعداد اللاسلكي لمدة ساعتين لا تقم بتوصيل أي كابلات في هذا الوقت وانتقل إلى الخطوة التالية ملاحظة، سيواصل هذا الفيديو مع عملية إعداد لاسلكية إذا كنت تتصل بالإنترنت بواسطة سلك إيثرنت فلن تكون كل الخطوات مواجهة لك اتبع الأوامر التي ستظهر لك على الطابعة والكمبيوتر لإكمال عملية إعداد سلك الإيثرنت عندما تكون الطابعة قيد التشغيل، يبدأ رمز واي فاي الأزرق في الوميض للإشارة إلى أن الطابعة قد أصبحت الآن في وضع إعداد الواي فاي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، افتح مستعرض الويب وانتقل إلى موقع ملاحظة، بعض النوافذ أو الشاشات التي تراها أثناء عملية الإعداد قد تختلف بحسب نظام التشغيل الذي تستخدمه وآخر التحديثات المتاحة للعملية يجب أيضاً إعداد الطابعة للمرة الأولى على جهاز كمبيوتر شخصي لا يمكنك إعداد طابعتك للمرة الأولى بواسطة جهاز محمول مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي على صفحة إعداد طابعة جديدة، انقر فوق بدء الإعداد ثم انقر فوق تثبيت برنامج HP Easy Start لتنزيله بعد أن يتم تنزيل البرنامج، انقر فوق الملف الذي صيغته .exe واتبع الأوامر التي تظهر على الشاشة لتثبيت HP Easy Start يبحث برنامج HP Easy Start عن الطابعات التي ما زالت في وضع الإعداد والطابعات المتصلة بالفعل بشبكتك ستظهر الطابعات التي اكتشفها البرنامج على الشاشة في حال اكتشاف عدة طابعات، انقر فوق الطابعة التي تريد إعدادها إذا لم يعثر البرنامج على الطابعة أو إذا لم تكن مدرجة في القائمة الظاهرة أمامك اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكشاف الخطأ وحله انقر فوق متابعة اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة في برنامج HP Easy Start لتوصيل الطابعة بشبكتك لتأكيد قربك من الطابعة، تظهر رسالة في HP Easy Start مع إرشادات لاختيار زر آي أو معلومات على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة، اضغط على زر المعلومات الوامض يقوم HP Easy Start بضبط إعدادات الطابعة وإضافتها إلى الشبكة ستظهر لك شاشة إعدادات الشبكة في البرنامج انقر فوق متابعة ملاحظة إذا طلب منك البرنامج متابعة تحديث البرنامج الدائم، انقر فوق متابعة إذا طلب منك البرنامج توصيل الطابعة بالإنترنت، انقر فوق متابعة عند ظهور شاشة طباعة رمز الاقتران، انقر فوق خيار اطبع رمز الاقتران ستقوم الطابعة بطباعة صفحة عليها عرض رمز الاقتران احتفظ بهذه الصفحة لأنك ستحتاج إلى هذا الرمز لاحقاً في عملية الإعداد رمز الاقتران صالح لمدة ساعتين إذا انتهت صلاحية الرمز، ارجع إلى شاشة رمز الاقتران في برنامج HP Easy Start لطباعة رمز اقتران جديد في برنامج HP Easy Start، انقر فوق فتح HP Start Admin لفتح صفحة الويب الخاصة بـ HP Smart Setup انقر فوق متابعة في صفحة الإعداد الذكي من HP، قم بتسجيل الدخول إلى حساب HP أو اختر إنشاء حساب إذا لم يكن لديك حساب إذا كنت تنشئ حساباً، ادخل معلوماتك وأنشئ كلمة سر ثم انقر فوق إنشاء حساب مرة أخرى سيتم إرسال رمز التحقق إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أدخلته ادخل رمز التحقق ثم انقر فوق كلمة التحقق بعد التحقق من صحة حسابك، انقر فوق متابعة اختر نوع الحساب عندما يطلب منك البرنامج ذلك يمكنك الاختيار بين إدارة شركة أو شخصي، ثم انقر فوق متابعة ملاحظة، إذا اخترت أن يكون نوع الحساب هو إدارة شركة، فسيطلب منك البرنامج تحديد مالك طابعة لقبول الشروط في صفحة خدمات الطباعة المتصلة، اختر قبول الكل في حالة طلب منك البرنامج متابعة تحديث البرنامج الدائم، انقر فوق تأكيد ومتابعة عند طلب رمز الاقتران، ادخل رمز الاقتران الذي تم اطباعته سابقاً انقر فوق متابعة عندما يطلب منك ذلك، حدد اسماً وموقعاً للطابعة، وانقر فوق متابعة او انقر فوق تخطي إذا لم تكن تريد إضافة هذه التفاصيل وهنا تبدأ عملية الاتصال وسيعرض لك البرنامج رسالة عند اكتمال الاتصال تظهر أمامك بعد ذلك صفحة خاصة بالاشتراك في عرض Instant Ink Instant Ink هو برنامج اشتراك شهري للحصول على الحبر السائل أو مسحوق الحبر حيث ستتلقى خراطيش الحبر التي سترسل إليك بناء على عدد الصفحات التي تطبعها للتسجيل في اشتراك Instant Ink، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية التسجيل إذا كنت تفضل التسجيل في وقت لاحق، يمكنك أيضاً اختيار تخطي العرض في الوقت الراهن وفي صفحة إنهاء إعداد الطابعة، انقر فوق كلمة إعداد التي تظهر إلى جانب خيار إعداد الطباعة وإرسال صفحة تجريب انقر فوق خيار تثبيت معرف الطابعة لتنزيل البرنامج المعرف الخاص بالطابعة بعد تنزيل برنامج التعريف، انقر فوق الملف الذي صيغته .exe لبدء تثبيت برنامج تعريف الطابعة اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال تثبيت برنامج تعريف الطباعة يتضمن ذلك قراءة شروط التثبيت والموافقة عليها، واختيار ما إذا كنت ترغب في مشاركة البيانات أم لا إذا طلب منك ذلك، اختر الإعداد التلقائي للسماح للبرنامج باكتشاف طابعتك تلقائياً اتبع الأوامر والخيارات التالية، وبهذا يكتمل إعداد برنامج التعريف عند اكتمال تثبيت المعرف، انقر فوق زر طباعة الموجود إلى جانب عبارة طباعة صفحة تجريب للتأكد من إتمام إعداد الطابعة وكونها جاهزة للطباعة انقر فوق تم لإغلاق نافذة إعداد الطباعة وإرسال صفحة تجريب في أسفل صفحة إنهاء إعداد الطابعة، انقر فوق الانتقال إلى HP Smart Admin لفتح لوحة تحكم HP Smart Admin من هنا يمكنك إدارة الطابعة الخاصة بك، مراقبة استخدام الطباعة، وعرض اشتراكك في خدمة Instant Ink من HP، وإدارة الإعدادات والإشعارات الخاصة بحسابك في HP Plus ملاحظة، توصي HP بوضع علامة مرجعية على لوحة تحكم HP Smart Admin بحيث تتمكن من الوصول إليها بسهولة عندما تحتاج مرة أخرى إلى إدارة طابعتك انقر على تبويب قوائم التشغيل في يوتيوب للعثور على فيديوهات HP بلغات أخرى، وابحث في قناتنا للعثور على فيديوهات الدعم الرسمية من HP ترجمة نانسي قنقر